بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل وصفة سحرية مجانية لعلاج الاكتئاب ومشاكل العصر وهموم هذا الزمان الصبر والشكر دعوني أتأمل يؤكد العلماء أن الصبر مع الشكر هو علاج فعال لكثير من الاضطرابات النفسية فقد تبين أن معظم المبدعين والقادة والناجحين في حياتهم يمارسون الصبر والشكر أثناء حياتهم فأنت عندما تصبر على الآخرين وتصبر على المواقف التي تحدث معك وبنفس الوقت تشكرهم على ما يقدمونه لك ولو كان القليل فإن هذا أقصر طريق للنجاح والرضى عن النفس وعن الآخرين وسبحان الله لقد قرن الله بين الصبر والشكر فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني سبحان الله ربط الصبر الشكر صبار كثير الصبر شكور كثير الشكر يعني تأملوا أيها الأحبة القرآن عندما يأمرنا بشيء فيه شفاء فأنت عندما تصبر ابتغاء وجه الله على ضغوطات الحياة وبنفس الوقت لا تمل بل تشكر كل من أحسن إليك ولو بجزء بسيط ولو أن تقول له جزاك الله خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا